حضرتك كنا بنتكلم على إرهاصات ما بعد كورونا وموجة غلاء الأسعار وهل هي هتروح لمكان أبعد من كده ولا لا؟ بصوا حضرتك احنا قلنا في البداية ما قبل الكورونا بالفعل والدوكة بتعني من ايه؟ نخلي بالنا ان حتة ما قبل الكورونا كان فيه ركود يعني فيه النهاردة المخازن مليانة ما فيش شراء ما فيش ما فيش ما فيش ما بعد الكورونا بالفعل الدنيا كانت ماشى كويس جدا لغاية تقريبا من حوالي شهرين ثلاثة احنا نكلم على مصر لا نكلم على العلم ونخش من العلم على مصر نباية مصر عملت ايه؟ كان السباقة في ايه عشان تقدر منها تتجنب كل كباح تضخم تمام تتجنب كباح تضخم العلم بالفعل في الفترة الأخيرة دي ابتدى النهاردة الرئيس الأمريكي يراجع نفسه تمام؟ مع الصين يعني أنا النهاردة كان في التفايات ما بينه وما بين ترامب طبقت قد ايه ومطبقتش قد ايه لا ان بالفعل ما زال مستمر ميزان العجز التجاري النهاردة لصالح الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية مطبقتش النهاردة الواجب اللي كان عليها فبالتالي ابتدت الولايات المتحدة الأمريكية تاخد بعض الإجراءات نمرة واحد لما شفنا النهاردة صحب القوات من العراق ادى الى توتر النهاردة المنطقة وبالخص المنتجة لمنتج النفطي لما شفنا النهاردة عبدالطالبان مرة أخرى في أفغانستان ادى الى زيادة التوتر مرة أخرى لما شفنا ان بعض الإجراءات اللي بتتاخد النهاردة الاحترازية والإجراءات النهاردة الوقاية لصالح دولة تايوان على حساب النهاردة الصين زاد من التوتر أكتر وأكتر. فرض النهاردة جزء كبير جدا من العقوبات على روسيا على الخط التاني للغاز اللي هيمروا لأوروبا وإحنا داخلين على موسم شتاء قارس زود أكتر وأكتر من التوتر فبالتالي عندنا نوعين مهمين ماشيين بتوازن مع بعض. نمر واحد ارتفاع أسعار منتج النفضي. تمام؟ لأن النهاردة شركات النقل النهاردة أصبحت بتتكلف تكلفة كبيرة جدا. عشان النهاردة التأمين غلي عليها. فبالتالي عادة تأمين رفع المصاريف. فبالتالي النهاردة هي كمان هتحملها. يمع المستورد المصادر. فبالتالي ده عمل أزمة في قطاع النقل البحري أو النهري ده ما احنا بنكال. ده كان نوع من أنواع أحد أسباب ارتفاع أسعار الشحن وما شابه ذلك. نيجي في الطرف التاني. إنك انت النهاردة الغاز أصبح مش كافي لأوروبا. فالدولة أو الدول الأوروبا بتاعتمد مرة أخرى على المنتج النفضي. فبالتالي ده زود أيضا من أسعار منتج البترول. دي معظم الحاجات الرئاسية تقريبا اللي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع على كافة مستوى العالم بالكامل. تمام. بخلاف إن احنا بنتكالف في شيء مهم جدا. التهديدات الجديدة اللي بتفرضها النهاردة والولايات المتحدة الأمريكية. مع بعض الدول الكبرى إنها تبتدي استخدم جزء كبير جدا من الاحتياطة بتاعها عشان تخفض النهاردة والمعندة الموجودة ما بين منظمة أوبك بلس وما بين النهاردة والمتحدة الأمريكية. لسه حتى الآن مش عارفين نهايتها إيه. لأنه ممكن تبقى نهايتها كارثية لو حصل مهاطرة في اتخاذ كرار من بعض الدول لضد الدول الأخرى. فإحنا منتكلم النهاردة. لذلك الكل بيتمهل في هذه المرحلة. آه. كل بيتردد في المحظات الأخيرة بيتردد. أقول هلك بمنطقة صراحة. لو النهاردة منظمة أوبك بلس ما استجابتش المتطلبات المتحدة الأمريكية. هتبقى مشكلة كبيرة جدا. لأن دول دي هتم استنزاف المخزونة السراتيجية بتاعها. فمن الممكن نيجي نلاقيب سنة اللي جاية المنتج النفض فوق منطقة المية أو مية خمسين دولار. وده هتبقى كارثة بالنسبة للعالم بكامر. سواء في ارتفاع الأسعار أو الكارثة الأخرى. إن الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما وقفت النهاردة تبقى لتفاقية المناخ. إنها تبتدي توقف المنتج النفض الصخري. تبتدي تعيد مرة أخرى إنتاج النفض الصخري. فبالتالي من الممكن أنت عودة النهاردة ارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم درجة ونصف اللي احنا نتخوف منها. لو استخدمنا النفض الصخري. يؤدي لأزمة كارثية كبيرة جدا للعالم بالكامل. ودي أحد المخاوف. عشان كده كله النهاردة بتروى في اتخاذ القرار. كله مش قادر يقول آه ولا لا. طيب هزي الرؤية العالمية. العالمية. عمال بيتكلم. أصلاحنا عندنا نقص نقص في المواد. الوسيطة والمتهة الصنع ومشابه زلك. عايزة أقول لهم حاجة واحدة بس. فاكرين لما قناة السويس تم حفرها والعالم وبعض الإخوة قاعدوا النهاردة. انت عملتوا ايه؟ موسعتوش حاجة اللي قللت من حجم الشحن لمستوى العالم كله. اللي هي نصبها عشرة لخمستاشر في المئة من حجم التجارة الملاحية على مستوى العالم النهاردة. وفرت الشحن النهاردة ل11 ساعة بس. عارفيني النهاردة لو كان بالفعل كناة السويس كان نمر فيها بياخد من 3 ل 7 أيام زمان. كان هيحصل نقص في السلع والخدمات للعالم بالكامل. انا بفكر بس العالم بالكامل مصر عملت ايه العالم. وجه ساعتها في الافتتاح الرئيس قال احنا بنيهدي العالم بالكامل. النهاردة احنا بنقول العالم لازم يشكره مصر على الاهداء ده. لان احنا وفرنا من عمر الشحن العالمي بالكامل لكل ما يخص النهاردة لتجارة البحر النهاردة ب11 ساعة فقط لغير. يبقى احنا بنقوله النهاردة صح لقناة السويس اللي كان الكل كان بيعترض على الفكرة ده يدل على بعض النظر عند القيادة بالفعل. بالفعل. الحاجة التانية اللي احنا بنكلم. ودي افاتت بالفعل العالم وافاتت الدولة المصرية. عشان الارادات بتاعدها بتاتي توسع النهاردة. وتدينا نزيد حتى في آآ لغاية النص الاولاني بقينا 6 مليار يعني فيما يقارب تقريب 3 مليار دولار. يعني على اخر السنة ممكن نوصل ل 6 مليار دولار. يعني قناة السويس تأتي النهاردة بالارادات تبقى للجدوة لزيما ابتاحها. وبتأتي النهاردة تأتي وكلها زيما بتال. يعني النهاردة نجاح للعالم ونجاح للدولة المصرية في الموارد والقتر. الحاجة التانية اللي كنا بنتكلم عليها النهاردة الصوبات الزراعية وتوسع النهاردة في السلاح الاراضي. بنقولي العالم النهاردة اللي عندكم ناقص في الحصولات الزراعية وفيه جزء كبير جدا في مستوى العالم النهاردة بيعاني ان ما فيش النهاردة حصولات الزراعية كافية يقدر يلبي بها طلبات شعوب. النهاردة الدولة المصرية اللي بقدرت انها على الأقل تعمل نوع من النوع التوازن السعري داخل الدولة المصرية. بالرغم من ايه؟ عودة العديد من المصريين بسبب أزمة الكورونا داخل الاراضي المصرية. يعني من الكلمة فيه 2-3 مليون بقى عايشين على الاراضي المصرية بخلاف الاول. من الكلمة عودة السياحة مرة اخرى وفنادي البحر الاحمر والغرداء وشارم الشيخ كومبليل. يعني من الكلمة عودة السياحة ممكن تسحب جزء كبير جدا من الحصولات الزراعية بتاعتي او ما يهم المصريين من سلع غزائية. بنتكلم الدولة قطر توفر السلع دي عشان تعمل نوع من النوع التوازن وما حصلش النهاردة تضخم رهيب جدا او ارتفاع للأسعار الحصولات الزراعية او حتى اختفاءها بالنسبة للمواطن المصر. احنا بنقول هنا برضو تفضلنا على كفائتها وتزايد الدول اللي عملة تطلبها. بالفعل والصدرات بتاعت ازادت قرابة حوالي تقريبا 5 مليون في الفاكة ومشابه زلك في الموارح. صحيح. فاحنا بنقول نهاردة ده مجاش برضو ما بين يوم وليلة ولا حتى جيب ما بين قاعدة. مثلا وبكرة الصبح ده صعى الزرار. هبا زرع تلع وصوبات التنصبت وكلام ده كون. ده يطميني دكتور واقل لي. السؤال التدخم وزيادة الاسعار والغلاء. بالفعل انا شايف كده هم تقريبا قدامهم رؤية. يعني هم عندهم رؤية نهاردة اوفيجن. يقدر يقولك احنا نتوقع الاسوأ ايه ونبتدي نحطي الحلول من النهاردة. صح. وفي حاجة مهمة جدا الغاز اللي العلم كله يعني اوروبا. اوروبا اوروبا. يعني بنكلم هل اوروبا النهاردة عجزة انها تولد النهاردة قهرباء عندها. وخبالك او توجد وسائل تدفع عندها. اهل التكنولوجيا مش عارفين يوفروا كهرباء. اهل التكنولوجيا مش عارفين يوفروا بدائل الغاز. انما انت النهاردة قمت بعملية التنقيب والسخراج الغاز وبتوصل للبيوت عشان ما ديقدرش تعاني حتى من استواند الغاز او الغاز المسال. اللي العلم كله النهاردة يعني بيسرخ منه. يعني كل النهاردة الخطوات اللي انت عملتها كلها كانت خطوات استباقية. اذا كنا بنتكلم النهاردة على موضوع الغاز اللي كل قاعد يقولك. اصلاك انت بتثورت حد غاز من احدى الدول المجاورة. تعال النهاردة يا سيدي شوف اوروبا بتعمل ايه? شوف النور النهاردة اللي بتقطع او طيار كهربائي بتقطع عن اوروبا بالكامل. شوف محطات البنزين اللي بقت وقفة النهاردة. يعني الاف من الافراد وقفين في كل الدول النهاردة عشان تعبي بس بنزين او حتى تحط غاز عشان وكود للتدفئة او مشابه زلك او لسيارات اصبح النهاردة للدول المصرية عندها حلول بالفعل بقت موجودة عندها تختلف تماما عن الماضي. وتختلف تماما عن بعض الدول العظمة او صناعة الكبرى اللي هي اصبحت النهاردة. يعني اقول حدريك على حاجة. لازم نعيد دراستنا ورقيتنا مرة اخرى للغرب. الغرب دول كان بيشتغل على نسبة ريسك بس. يعني كان بيحصل ازمة عندهم في نسبة عشر او خمسة في المية. يشتغل عليها يخليها مثلا ايه? يوفر لك عشرين تلاتين في المية. يبقى الخمسة في المية هم غطي الريسك ده. ما بيشتغلش على مية في المية. وده بقى حتى في المشكلة بتاعت الكورونا. لما كنا نيجي نقول لك ايه? ده انا في ايطاليا بالتليفون بس بقى جاء لقى العربية الاسابة بعد ثلاث دقايق. والمستشفى عندي بترحب بيه بعد خمسة. الناس دي بتشغل على ريسك. يجي يقول لك والله انا اللي بيعي عندها دي عشر خمسة في المية. اخلي نسبة استيعاب للمستشفيات عشرين تلاتين في المية بس. فلما حصلت ازمة كبيرة اتكشفت الازمة. انا ما انت مشكلتك ان كنت بتشغل على مية مليون. فرض كله بتوفر. ايه ممكن تدينا من امثلة لمواجهة السنروهات الاسوأ. يعني فيها الغلاء والتضخم. هل هو ان احنا نصدر اكتر يعني نسعى الى يكون دخلنا من التصدير اكتر. هل الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مطلوب الاهتمام بها اكثر. ايه؟ ايه من الحلول يعني المطروقة؟ بص هو العالم داخل على ازمة اقتصادية مش ازمة مالية. ولازم نبقى عارفين. يعني كل. ايه الفرق با دكتور. الازمة المالية هي بالفعل ازمة النهاردة بيحصل فيها تآكل كل دخولك او النهاردة تبخر اموالك ناديكة انخفاض قميتها امام معاملات اخرى او النهاردة افلاز بعض البنوك. المهم كل ما يخص المال بيحصل له ضرب او بانك. زي ما حصل في 2008 شوفنا بنوك في العالم فلست شوفنا برسات فلست شركات عقرية فلست واخبالك افراد فلسوا كل ما يوم النهاردة او خبالك النوع من انواع المال هو ده الازمة المالية. انما الازمة الاقتصادية هي كل ما يخص الحياة المعيشية للمواطن. كل حاجة. اكلك وشربك ومسلطك وطرقك وسكنك. كل ما يخص هو اللي جاي ده الازمة الاقتصادية مش الازمة المالية. فبالتالي اللي احنا بنتكلم عليه. الدولة النهاردة بتحاول انها تعمل لك مخزونة استراتيجية من كافة انواع السلع المعيشية المهمة للستراتيجية. تمام? وده شيء رائع جدا. اننا النهاردة ما شوفتش رف فاضي. تمام? ما شوفتش اي نوع من انواع الغلاء المبالغ فيه او زي ما هو موجود مساء في الغرب. شوفنا النهاردة نوع من انواع ارتفاع اسعار قليل. ارتفاع اسعار مناسب بما يتناسب مع داخل المصريين او بعض من افراد المصريين. انما ما حصلتش اختفاء السلع. كل متوفر الحمد لله داخل دولة مصرية.